هنبدأ نتكلم عن السكان من حيث العدد ومن حيثه مناطق التركز طيب إيه العدد؟ الهند عدد سكانها كبير؟ أه طبعاً عدد سكانها كبير ده هي ثاني دول العالم من حيثه السكان يعني ثاني دول عالم بعد الصين فعدد السكان كبير جداً فهنا هنجد إن الهند أصبحت تعاني من مشكلة سكانية طب إيه المشكلة السكانية عند الهند؟ زيادة عدد السكان حلت المشكلة دي إزاي؟ قالك بدأت إنها تتجه إلى زراعة المحاصيل أو الحبوب الغذائية علشان تكفي غذاء للسكان بالإضافة لذلك بدأت إنها تركز على التعليم والبحث العلمي علشان تطور الصناعة وتطور الإنتاج فتوفر فرص عمل توازي زيادة عدد السكان تعال بقى نشوف الجزء إيه دي ونمشي مع بعض كلمة كلمة يبقى تعد الهند ثاني دول العالم إيه يا شباب؟ سكان بعد مين؟ بعد الصين طيب المشكلة السكانية اللي عندها اللي هي زيادة عدد السكان طب إزاي الهند وجهتها؟ ممكن يقول لي دلل اتخذت الحكومة الهندية لجراءات حكيمة لواجهة الزيادة السكانية أو لواجهة المشكلة السكانية إيه الدليل؟ نبدأ بقى نوضح إيه بقى العملته؟ اتبعت سياسات تنموية مختلفة أهمها لاهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي ليه؟ علشان تطور الزراعة والصناعة وتجيب فرص عمل أو توفر فرص عمل داخل الدولة في من الفكرة يبقى تاني يبقى وضح كيف واجهت الهند المشكلة السكانية التي لديها حيث اتبعت سياسات تنموية تستهدف تطوير التعليم والاهتمام بالبحث العلمي لتطوير الزراعة والصناعة فلما تطور الزراعة والصناعة هتوفر فرص شغل أكتر لعدد السكان اللي بيزيد طب تعال بقى نشوف مناطق تركز السكان هنجد ان السكان بيتركزوا في المدن الرئيسية بص بقى معايا كلمة كلمة كده يا شباب فين؟ في السواحل السهول السحلية والسهول الفايدية والمدن الرئيسية زي مدينة نيو ديلي اللي هي العاصمة هنشوفه مع بعض على الخريطة وعندنا مدينة منبيع السحل يبقى يتركز السكان في الهند في السهول الفايدية السهول السحلية والمدن الكبرى فاكرين ما كنا نن kitle ويتركزوا في فصل درس الاول هي الثلاث مناطق دي السهول الفايدية والسهول السحلية والمدن الكبرى طي مدن الكبرى متلى نيو ديل هي اللي هي العاصمة السياسية وهنشوفها على الخريطة المتكلمة على أهم المدن ومدينة منبيو وهي العاصمة الاقتصادية الموجودة على السحل الغربي المطل على البحر العربي وهنشوفه مع بعض ان شاء الله المتكلمة على المدن الهند كده احنا عرفنا السكان تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن